السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشتوني من اخر فيديو قدمته بحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي بتشترك معي من زمان وبشكر الناس اللي بتشترك جديد وبادعلكم ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم ويبارك فيكم وينجح اولادكم ويحميهم ويحفظهم لهم ربنا يرزق اولادكم بالزرية الصالحة يا رب اللي مماشع يا ربنا يرزق بالزرية الصالحة واللي معي يا ربنا يخليهم له ويحفظهم له ويحمهم له وانت ربنا يخليكم ويحميكم ربنا يشفي كل مريض اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى لي يا جمعي ربنا يا رب كده يا رب يقطر أرزقكم ويوسع رزقكم ويحميكم ويخليكم ويجعل الكتير بينيديكم ويجعلكم مستورين دنيا واخر يا رب بتعمل يا موداليا الأول صلى على النبي على يفضل الصلاة والسلام النهار ده بقى كنت هغبزه شوية تعيز صغيرين كده في الفرن بس ما كانش عندي دقيق قلت بالمرة كتفين السألاني ايه والراغب بيعمل كم الكيلو بيعمل كم راغيف قلت بالمرة عدوا قدامكم ويقول لكم ايه الكيلو بيعمل كم راغيف جبت اتنين كيلو دقيقه وقلت احللهم وعملهم في الفرن ده بس الفرن ملك راحت دايس عليه ملك الصغير كسرته فانا هعملوا قدامكم ووريكم كمان ايه في ناس كتير عزانة بني الفرن قدامه انا هبنيه بس بعد العيل مجو الوقتي هبنيه بس بعد العيل بس انا دلوقتي ايه هي لما دست عليه انا حطى فوقي كده جز بلطات راحت ايه كسرت بلطة منهم فانا هعملوا دلوقتي بعد محلل كده واجن سيب العجن يطلع وبعدين ايه هعمل الفرن قدامكم انا بقى بصراحة مردش ايه جز لما يجبش كرت الدقيق اقلت لا اه بابعت العيل يشتيره وبتلاتين جنيه ما بيكفهمش فانا قلت لا اجبت نين كيلو دقيق واغبزهم ايه واعدوا ما اشوفهم كم رغيف وايكفوا بردك كم يوم احسن بردك ايه ما اشتير عيش اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى جيه جمعيه جبت بقى انا احط على عجن بتاعيه خميرة وملح ومية بس انا حطت شوية سكر مش عايز ان تحطوا السكر ده ما تحطوهش مش عارف انا بحس انه بيحلي العيش بس مش عارف ايه بس اول عجن اساسا بمية وملح وخميرة بس اه فانا كده احطته ايه واجبتوا مية دافية وهاجنهم باجا وحطهم في الشمس ايه جنبية كده وانا كان فايض عندي مبارح بمية ورز عشان خاطر العيال صايمين فالاكل بيفضل فاجلت هعمل جنبه ومية شوية خضار بالبيت كحلوين عشان يعني الطبق جنبه ومية خضار بالبيت هاجطع الخضار باجا اللي عندي فلفل وجزر يعني مهم هاجطع الخير اللي عندي ايه وبعد ما سوي شوية تجوش على البيت ممكن تحطوه في الفرد وممكن تطيبو عليه على البتوغاز بس انا طيبتو كده على الكنق هنا خلصت دا ايه جاو هغطيه هسيبه في الشمس ايه هيا الشمس سوهنه هيا يختمر على طول اليمن دولك جو نار بس انا انا جيت حتا فيه شمس ايه وحطتهم فيه اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى ليه جمعيه لا اله الا انت سبحانك كاني كنتم الظلمي هنا داليا جايبالي فرحة بتورها لي بتقول لي عمالة عرج مش هفادست عليه عمالة عرج هزبط باجا الفرن الاول او جابلي العجين ما يطلع اهم الشيء الفرن عشان ايه جابلي العجين بص البلاطة اللي البت كسرتها بص انا عامل ايه في الفرن انا حتى جايبة بلاطة اسمنت بلاطة عادي اللي هي سيراميكا وكانت من تحتها كده فيها اسمنت او انت تحطو لها اسمنت يعني ممكن بلاطة مجلوعة من 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 الارض ممكن انت تحطو لها اسمنت من تحت عشان تبقى تجيلا بس اياه وتستحمل النار وما تكسرش على طوب فالبلاطة دي كت فيها اسمنت من تحت وانا ايه حطتها وسيبت حتة من ورا كده عشان خاطر تطلع الولعة وقلت ايه عاملالها باجاي الليترو بتاعتها كده وحطت ايه جز بلاطات برده كده سد عليهم من فوق فهي ادست على البلاطة راح تكسرها فانا روحت جايبة طينا قلت باجاي بدل ما اولع الفرن الكبير وكده هولع دوغ بزيه ده هما كلهم اتنين كيلو مش ما ما اقواتش بقى يخلص الغاز وكده اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد هنا انا قلت اعلي ايه الناس كت بتقولي الشارو جواطية فانا قلت اعليها بالمرة بجا انا كده كده اه هديتها عشان اعملها قلت بالمرة عليها فحطت اه تينا كده وطوب قبل ما احطت جز البلاطات اللي هتسد بردك عليه على الفرن دي اه والله هعملكم الفرن بعد العيد انا بستنيها بس بعد العيد عشان ايه هدي دوتي واعمل الفرن وهقول لكم جابليها بيوم ان انا هعمل الفرن بكر عشان كل وايه يتفرج على الفيديو شوفونا عملته كيب بجد الفرن ده حلو بجد بيوفر وحلو وفكرة حلو بتاع البلاطة دي بدل ما نقعد نعملها وكده وانا كمان هعملوا كبيرا عن كده خالص يعني هاجيب بلاطة كبيرة برضو بنفس السراميكا برضو هعمله بس هاجيب سراميكا كبيرة بك والسراميكا اللي هاجيبها ما فاش اسمنت من تحت انا هحط لها برضو جدامكم اسمنت وايه وهعملها جدامكم بص باجه احنا بنحط البلاطين دول يسد من فوق عشان ما نقعدش نعمل زي زمان ايه نطوف كده بيطوف طوب بطوب يعني طوف طوف كده كده كل يوم لأ احنا هيا حطنا دول يسبدوا ايه من فوق ولو عايزين توطوا الجابة بتحت اللي فوق دي شوية هتحطو لها برضو كده اا حطينا كده تعملوا بس انا حبيتها سيبها عالية كده بس انت لو عايزين توطوها شوية وطوها سيبت باجه ايه ينشف شوية هو مش هاي الحاج ينشف يعني ده العجين ها يطلع عطول بس انا سيبت برضو كده وهو الاعزام هو كده وعملت باجه جتحت الخضر انت شفتوني جزر وفلفل وبطاطس اا والله ام صلى على النابي وبصل يعني بطاطس وجزر وبصل وفلفل ورحت ايه جلبتهم شوية وبعدين حطيت عليهم طماطم وحط عليهم ايه اللي البيت هتجزش البيت جزبادات كده وحطتهم عليه بتبقى اكلها فعلا طعمها حلو واحسن من الشاورمة واحسن من الكبدة وتبقى ريحتها كده وانت بتعمليها لو حطيت لها مراجد دجاج بتبقى عطية ريحة الشاورمة وبتبقى عسر في العيش الصغير ديشان دوتشات بتبقى حلو وحنا كمان كان فايت باميا جلت ايه يعني لو الباميا خلصت لحاجة يعني يزغن مزو بيا انا كنت جايبهم اساسا النص كيلو وهم مكلوا طبق وكان فاضل طبق جلت كده كده هيخلص ومش هيكفوا العيال فرحت بصراحة عملت الخضر ده بس ممكن كمان تحطوه في الفرن تتجشوا عليه البيت من فوق كده في طاجن او فطاسة وتحطوه في الفرن بيتلح تقفى بس انا بحطيتش في الفرن لان الجو كان متأخر فانا طيبته على العين الكانون على طول عشان انا بستنى هنا الجو لما يعمل عشان الشمس يعني ما ينفحش اغبز بجر عشان خطر الشمس بتفضل جاعدة هنا كمان هنا بص بغبز العيش انا بغبز على ايدي بس انا بفرده في المطرحة بس كده واخده على ايدي لان الفرن ده المطرحة مترمش فيه فانا بسحت وببص ببطته كده على المطرحة وارجع اخده على ايدي وارحنا مياه في الفرن بص انا هرجع اعمل لكم الهوطي لكم برضو ايدي مش هخلي بسرعة ووريكم العيش واحدة واحدة كده يعني انا اسبت التليفون شوية اكتر كده على العيش هو طالع وبراحة بقى هو ايه واحدة واحدة هيحمره وهتشفوه ضل واخد هتشفوه واحدة واحدة وهنعدي العيش مع بعض هل اتنين كيلو هيطلعوا تمانية وعشر رغيف صغيري هل اتنين كيلو دجاج هيطلعوا تمانية وعشرين رغيف من العيش الصغير ده وكمان الايد مش بتوزن يعني واحد كبير واحد صغير فاتو باجه اعرفوا ايه تمانية وعشر رغيف لو اتعملوا كبير شوفها يكتح كم رغيف لو اداء زي ما انتم شايفين وانا ايدي مش ميزان واحد بيه كبير واحد بيه صغير وهنعدهم في الاخر قدامكم هيطلعوا تمانية وعشر رغيف الله واعزم عز الله اشهدوا ان لا الا الله واشهدوا ان سيدنا محمد رسول الله فوالله بصراحة العيش ده باقول لكم والله باشتيري بتلاتين جنيه العيل باكله فطج يعني انا اشتيري بكم بتسعين جنيه في اليوم مش عارفة والله العيش غالي ولما اخر مرة صعت ما خبست كده تي خلص وابعت العيل يشتيروا بتلاتين جنيه ده بيكفون فطج فاجبت مجربي معان ده تغالى عن الشكارى يعنى اللي في الكيلو ده غالى بالشكارى علي كه بالشكارى بيكفون بيكفونه فاجبت اثنين كيلو فاجبت اماشي حال بيهم لغاية ما جوز اياه يجيبلي شيكارة الدقيق شكارة الدقيق على فجد والله حلوة وبتوفر وحلوة كمان عن هذا كيلو بس انا جدت حان في ناس كنتر اسألتني كيلو الدقيق يطلح كام رغيف فاللهما صلى على النبي اللهما صلى وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى نيه جمعين يبقى الـ 28 هنكسبهم بجي يبقى 14 رغيف الكيلو بيعمل 14 رغيف صغيرين بس انت عارفها عجناس زاي ويعني منظفها وكده ومحللها ويعني من الزاي اللي بيغبزوها اللي انت جايبها مش عارفها بيعملوا كيف وانت عاملها على ايدك فهو العيش بيطلعوا قدامكم مكسم باللماء حتى ما جافلتش هتشوفوه ما جافلتش يعني ما هكفلش هفضل مسبت التليفون كده هتشوفوه وطالع ما شاء الله العيش ههو قدامكم وهتشوفو كمان ايه وانا مسبت التليفون على الفرن لحد ما الرغيف يعمل براحته ياخد وقت براحته نسابه ياخد وقت براحته بك عشان خطر تشوفوه وحلو بس لما كاتل وطالع شوية كان بيحمر بسرعة لما انا عليتها بياخد وقت بصراحة يعني يعني انا المفروض لما هبني مش هعلها العلو ده ياخد وطالع شوية عشان خطر الشروج ياخد وطالع شوية عشان خطر ما ياخد وقت بيحمر بصوه انا سابته واسيبه براحته وبيتنفخ واحدة واحدة بس مش بيتنفخ جامد لشاندوتشات المرة دي عشان انا عليت البتاع زي ما انتم شايفينه نعليتها جابت بس انا انا قلت انا صلبة كده عشان كده انا عليت وان شاالله هاعمل واحدة بس بيحمره كل حاجه هو بياخد وقت بيحمره كل حاجه زي ما انتم شايفينه ويعني بس انا اديته براحة بك بس والله الفرن دي جميل بس العلو اللي انا عليته المرة دي كده غلط بس برده انا سمحت ناس كابتقول لي اعلل شروج شوية عشان كده انا عليت يعني كان هناك ناس بتتفرج على الفيديو و جاءت لي لأ علي الشروجة شوية فعشان كده انا لما هو كسر انا ما كنتش هايجا بي لما هو البيت دست عليه و كسرته فانا رحت عليته فبس المرة داي لما هبنيه انا اسيبه بس الكميوم دول لغاية بعد العيد هروح هاده خالص وارح باجه بنياه زي ما قلت لكم ايه واحدة واحدة قدامكم كده وتشوفوه انا لسه بصوء حتى الرغيف باديره بيحمر واحدة واحدة شايفينه انا لسه سايب الرغيف جدامكم او والله ما عملت فاصل ولا جفلت لحد ما يحمر واحدة واحدة بصوا بطلعوا لسه بيضاء بس بيحمر من الجنب واحدة واحدة انا بوريكم انه بيحمر من الجنب واحدة واحدة سيبتوا بصوا لما بدلت قادير فيه قادير فيه لحد ما طلع ما شاء الله احمره او بصوا بقى خلاص ايه خلاص الخبيث كنت بقى هعمل ايه البيض اللي انا قلتلكم عليه احط بقى انا كده كنت سايبها لما يتهيلي شوية يعني جرب يتب كده وبعدان احط عليه الطماطم والبيت عشان مش عايزة الطماطم ايه مش عايزة زي طبك كده لا اهو فضل فضل تحمره كده زي ما كون بتحمره الخضار وبعدان احط عليه الطماطم اول ما تسخن ارحطه البيت بس عليك بتبقى طعم خرافة وكمان لو عايزين انتو تحطوه في الفرن زي ما قلتلكم بصراحة بتبقى طعم حلو اخدار كده بالبيت اه مع العاش الطري احنا هنا في الفلاحين بنوة نخترح كده بالبيت مع العاش الطري كده ببيت الحلو وده طعمه زي الشاورمة كده ببقى طعمه حلو احط بقى البيت اهو اربو بس كده وارش عليه عشان يبقى حلو يعني المفروض ما نجلبوهش لو هنحط في طاجن ما نجلبوهش هنسيبه على الوش كده لكن انا هجلب عشان مش حط في الفرن بص العاشة هوا هنعدو جدامكم هوا من تحت ومنفوجة بس زي ما قلتلكم واحدة واحدة علي وان الشاروجة جات علي مونكم زي كده برحوكم باجا ما تكربوا سبوا ويحمروا واحدة واحدة بص انا برحتي خدت رحتي فيه وسبتوا يا حمروا واحدة واحدة لما انا علت الفورن لو انتو جات علي منكم زي كده الشاروجة واحدة وحدة بس لما يكون الشاروجة واطية هذا الفيديو بتاعنا يربي يعجبكم وبالله عليكم ما تنساش اللايك واللي ما تشرقش في القناة يشترك وان شاء الله هنعمل في الفرن دي كل حاجة هنا بقى كنت بدخل الأكل والعش بقى جوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته